بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وياكم المهندس وسامة وارجعت لكم بدورة جديدة الدروس برمجة وتصميم المواقع الإلكترونية هاي الدورة ان شاء الله راح ناخذ احتراف الجاي كويري شنو هو الجاي كويري؟ جاي كويري هو عبارة عن لغة برمجة أو لابراري مبسطة من الجافا سكريبت فبدا تستخدم كودات الجافا سكريبت والتي تكون مطولة ببعض الأحيان تقدر تستخدم مكتب الجاي كويري اللي تختصر لك كودات داخل الصفحة معتك فهو حسب وصف الموقع الجاي كويري اللي هي writeless do more فخلل هاي الدورة ان شاء الله احنا راح ناخد شلون نسوي نضيف الجافا سكريبت للمشروع مالتنا وشون نستخدم اللغة الخاصة بيها بعدها راح ناخد الـ events والتغيير خصائص العناصر كي تكون لون أو أي شي خص العنصر بعدها ناخد الـ animations واباخر شي ناخد الـ ajax request فأول شي احنا لازم نسوي قبل ما نبدأ أي مشروع خاص بنا لازم احنا نحمل مكتبة الجاي كويري من موقع الرسمي لهم فالموقع الرسمي لهم هو jQuery.com تروح له تلقي هنا مكتوب download jQuery والإصدار لحد هذا الفيديو هو 331 ستطلع لنا احنا هنا اصدارات اثناء موجودة فهنا 331 وكل اصدارات القديمة يهمنا فحنا حاليا ناخد الـ production jQuery ما ناخد development الـ production can minimize فنسيبها بداخل مشروع مالتنا هاي اسمها jQuery 331.mini.js فهذا احنا سيبنا jQuery داخل هسه لازم نضمنها داخل الصفحة مالتنا فشون نضمن jQuery هي عبارة عن سكريبت اعتيادي فحالة حال تضمين أي سكريبت ننزل آخر شي قبل التاغ مالبادي نكتب سكريبت والسورس ماتة رح يكون هو ملف jQuery اللي عندي بعدها سد التاغ مالسكريبت فهذا احنا سونا نسخة local من jQuery داخل الصفحة مالتنا قد تسألوني انه ليش ما خليه بالبداية يعني بالهيد يفضل تاغات السكريبت تكون دائما بالاخير وايش يعتمد على jQuery يكون بعده يعني اذا عدي شغلات تستخدم jQuery تكون جوه هذا الاستدعاء الموجودة هنا السبب هاي انه انا لازم انتظر الصفحة كلها تتحمل يلا يتنفذ كودات jQuery انا ممكن اخليها بالبداية ممكن انه jQuery ما رح يتحمل رأسين او كفت المشكلة تكون فراح يتأخر تحميل الصفحة بينما بهيش حالي رح تتحمل كل الصفحة بعدها ينتظر تحميل السكريبتات اللي عندي فدائما يفضل انه نخليها قبل تاغ البادي ممكن انه نستخدم النسخة اللوكال من jQuery او ممكن استخدم نسخة cdn شنو هو cdn ننزل يجوه هنا اكمل وجوه cdn هاي هنا نسخة cdn اللي هنعدي اكتر من cdn عندي google cdn microsoft cdn فشو فادثة cdn cdn هو عبارة عن ملف jQuery مكتبة jQuery مضمنة على مواقع ثانية مثلا google microsoft هاي فايدتها انه تفيد مثلا كتحميل تكون اسرع يعني من راح تصير تحملها داخل الصفحة مرة واحدة راح يصير لها كاش فمن راح تفتح الصفحة مرة ثانية ما راح يضطر انه يستدعيها مرة ثانية لا هي موجودة على ملف خارجي وممكن انه متوزع على اكتر من سيرفر فممكن تجيك انه اسرع ملفات تجيك كبل كل الملفات داخل الموقع لان هي موزعة على سيرفرات عالمية موجودة بكل الدول فخلينا مثلا نستخدم google cdn فهالنا google cdn هم الاصدارات موجودة كلها لثلاثة والثانية والواحد فحنا عدنا اصدار الثالث نستخدم فناخذ الكود الخاص بها بالاصدار الثالث وهمنا نخلي بالاخير طبعا نيسر نخلي نسختين jquery يسوي يعني لازم لا الوكل لا الموجودة على cdn انا افرض استخدام ام cdn لان بيها مميزات كون بس لنفرض انه انا عدي الموقع هيكون داخلي يعني هذا الموقع ما راح يخرجي الانترنت فبهيش حالة كود cdn انا ما راح يخدمني ليش لانه اذا ما كن انترنت فهذا ملف ما راح ينسحب وبالتالي ايشي jquery داخل موقعاتي ما راح يشتغل فاني اقدر اصفت حركة معينة انه انا اضمن نسخة cdn واذا ما كن انترنت يضمن لي النسخة الداخلية بليش حالة راح افطار استخدم آني كودات javascript حتى اسوي هاي الشغلة فشلون نسويها نفرض انه هادا قصة التاق آني ما عندي حالة عندي بس نسخة cdn انا اسوي لي secret او ما يحتاج راح نقول له secret السكريبت موقعاتي راح يكون انا اقول لي الويندو في حال انه لود javas jquery في حال انه لود jquery من cdn فخلي خصائص jquery داخل الويندو اذا ما موجوده شسوي بيش حالة بيش حالة انا اريدك تطبع لي التاق الخاص بال التاق الخاص الموجود بال jquery اللي هو هذا التاق secret to script انا طبعا هادا منهي لازم احنا نسوي escape فهنان شنو اجد اقول لي اذا اقول لي حمل لي هذا من cdn jquery من cdn في حال انه ما اكو انترنت او في حالة اي مشكلة اذا موجوده فخلي jquery بالويندو معناها الويندو سيستخدم jquery اذا ما موجود شو سيسوي سيسوي لي document.write document.write راح تطبع لي هذا التاق هذا راح تكتبه داخل البيج ماتي فخلي نجرب الكود بسلك الطريقة بسيطة مثلا secret ابسط مثال ممكن نجرب بي اللي هو هنكتب مثلا هاي بس للتجربة بعدين راح بالدروس الجاي ان شاء الله راح نشرح شون نسوي هاي الامور نسوي refresh هسه مفروضا ندوس عليها يتنفذ you click on me لاحظتوا انه الكود انه سوينا بالjquery كود بسيط جدا حتى يسوي ال event لك لك على هذا البوتن انت روش بالدروس الجاية نشرح اكثر و اكثر عن خصاص jquery وشون نستخدمها اي سؤال اي استفسار تجدون تطرحوا بالتعليقات او ازرون احد مواقع التواصل الاجتماعي الظهر امامكم على الشاشة لاك للفيديو سبسكرا بالغناة تحياتي لكم مع السلامة